لا يستنبط منه يعني يقول من يحلل الموسيقى أن الموسيقى مش كلها حلال يعني ينزلها منزلة الشعر تقريباً إنما تحرك بالغريزة تكون محرمة الموسيقى الهدئة التي يعني وكأنها تخاطب النفس ليس فيها شيء هل هذا الكلام له وجه من الصحة؟ طيب ما هو هذا الكلام من أين جاء به التفرقة أو النبي عليه الصلاة والسلام قال المعزف ونحن مكتفين على حديث واحد ده في أدلة أخر لكن ما احن مكتفين في كلامنا على هذا الحديث فقط الذي هو العمدة في هذا الباب فمن أين جاءت هذه التفرقة؟ تحتى ابن حزم عليه رحمة الله لما كان بيتكلم عن حل المعازف وجواز المعازف هل كان يتصور ابن حزم أن يصل الأمر إلى ما وصل إليه أن تقف النساء شبه عريات يتميلنا ويغنينا بهذا الشكل؟ هل كان ابن حزم؟ أو من أقر بالمعازف على مذهب ابن حزم؟ هل كان يتخيل ما سيصل إليه الحال من هذا الغناء؟ أنا أظن لو أن ابن حزم علم أن كلامه سيؤدي إلى ما وصل إليه الحال من أن تخرج النساء الآن المأمورة بالحجاب والمأمورة والإسلام لم يشرع الأزان للمرأة حتى لا يفتن الناس بصوتها ولم يشرع لها في الفتح على الإمام أن تقول سبحان الله وإنما تصفق باليمنى على اليسرى فهل المشاركة ابن حزم يتصور أنه عندما تكلم عن حل الموسيقى أن تأتي المرأة شبه عارية؟ يعني أهم أنه قال المرأة لن تغني سيغني الرجل نعم هل ساعتها تكون الموسيقى؟ الكلام هنا يغني رجل بمعازف أو بغير معازف يعني اللي هو جوز والمشرع هو الدف فهو أنا نتكلم عن أنه إحنا أخذنا كلام ابن حزم تبقى لحضرتك اللي كان المعازف في زماني معازف سازجة ولم يكن هناك عري ولا كان كلمات فاحشة وجوز ذلك اسحب بقى كلام اللي يقول الآن لا ابن حزم جوز المعازف طب هل جوز ابن حزم ما نراه الآن؟ هو ده السؤال بنرده هل جوز ما نراه الآن؟ أكيد لا أمر يعني مستبعد تماما